تعال احكيلك حكاية عن فيلم قصته بتبدأ في سنة عشرين اتنين وعشرين وبنعرف ان بقى في يوم غيب اوي موجود اسمه يوم التطهير واللي بيحصل في اليوم ده باختصار ان بيكون متاح لأي حد انه يقتل او يسرق او يعمل اي حاجة بيعاقب عليها القانون مهما كانت عنيفة وبشعة من غير ما يتعاقب وبسبب وجود اليوم ده نسبة البطلة قلت والعنف والسرق اقل وهم كمان طول ايام السنة وبنشوف جيمز واللي بيكون شغال في شركة بتعمل انظمة حماية للبيوت والشركات علشان الناس تتفادى الضرر اللي بيحصل في يوم التطهير ده وبيكون ركب عربيته وماشي في الطريق وبنشوف ان كل المنازل بتستعد علشان تستقبل يوم التطهير واللي بيحصل كل سنة يوم واحد وعشرين مارس وبيبتدي من اول الساعة سبعة بالليل وبيروح بيته وبيقابل جيمز مراته اللي اسمها ماري واللي بتكون هي كمان بتستعد اليوم التطهير والناس بقت تحط ورد في اليوم ده قدام باب بيتها كعلامة انهم بيشجعوا اليوم ده وبيمر اليوم لحد ما بتجي الساعة سبعة وبيكونوا قاعدين بيتغدوا ولكن بيقوم جيمز من على الاكل وبيروح علشان يجهز البيت ضد اللي هيحصل وبيبتدي يشغل انظمة الامان الخاصة بالبيت ويشغل الكاميرات وبيكون سايب مسدس في البيت احتياطي لو حد عارف يختارك بيته وتيجي نشر على التلفزيون ان رسميا خلاص يوم التطهير هيبتدي دلوقتي وان كل الاسلحة مسموعة استخدامها وان اليوم هيستمر المدة 12 ساعة يعني الحد الساعة 7 الصبح وان كل الخدمات الحكومية زي الشرطة والاسعاف والمطافي خارج الخدمة لحد ما اليوم يخلص وبيتم ضرب جرس التنبيه ان خلاص البداية دلوقتي وبنتعرف على تشارلي واللي يبقى ابن جيمز وماري ولكن بيكون معارض فكرة يوم التطهير وبيقوله وليه الناس لازم تموت فبيحاول ابو يقنعه وبيقول ان اليوم ده مهم جدا ان البلد علشان السلام والهدوء يكملوا طول السنة وبنشوف زوي كمان واللي تبقى بنتهم ولكن بتبقى قاعدة في قضتها وبيكون فواحد مستخبي في القوضة وبنكتشف اللي ده يبقى هنري وده يبقى الشخص اللي هي بتحبه وبيقول لها انا بحبك وهقنع ابوك باي طريقة انينا نتجوز وبيمر الوقت وبيكون كل واحد من افراد القسر عايش عادي ولكن فيه كارسة بتحصل برا وطبعا مش خايفين من حاجة بسبب انظمة الامان اللي متركبة عندهم واللي على اعلى مستوى وبيكون تشارلي قاعد بيلعب لحد ما بيوصل لقط المرقبة واللي فيها شاشات لكل الكاميرات اللي محوطة البيت وبيشوف واحد بيجري في الشارع وفي الناس بتحاول تقتله وبيستنجد بأي حد وطبعا تشارلي قلبه رؤيق ومعارض اصلا الفكرة فبيروح فتح الباب والراجل بيخش ولكن جيمز بيعرف ان الابواب اتفتحت فبيطلع جري علشان يقفلها ولكن بيتفاجئ ان الشخص ده دخل بالفعل وبيستغل لهاري اللي بيحصل ده وبيروح نزل وسط المع معه وبيروح مطلع مسدس وبيبتدي يضرب على جيمز علشان يخلص منه لانه معارض جوازه من بنته ولكن مش بيعرف يصيبه وبيبتدي جيمز هو كمان يضرب عليه نار وبيصيبه وبيطلع هاري للدور التاني والراجل اللي دخل البيت بيعرب في مكان جوه البيت لما بيلاقي ان محدش مركز معاه وبنشوف ان جيمز اخد مراته وشارلي لقط المرأبة علشان يبقى بأمان وراح يدور على بنته ولما بيطلع قوضتها بيلاقي جوزة هنري واللي بيبقى سايح في دمه وبنشوف ان زوي نزلت القوضة بتاعت المرأبة وطمنت امها عليها وقالت لها انا هستخبه لاني خايفة من بابا وبعد كده بنشوف ان في مجموعة من الناس المسلحة اللي شكلهم غريب بيقربوا من البيت وفي واحد منهم بيقرب من الكاميرا وبيقلع قناعه وبيبتدي يتكلم وبيقول احنا مجموعة تطهير واحنا طيبين والله مش عايزين نأذي حد بس جرانكم قالوا انكم خبتوا الرجل اللي كنا هنقتله واحنا عايزينه وقدامكم اهلة لحد ما المعدات بتاعتنا توصل وساعتها هندمر البيت باللي فيه وبنشوف ان الرجل اللي جوه البيت بيكون مستخبي ومحدش عارف هو فين ولكن شارلي بيستخدم لعبته وبيبتدي يدور عليه وبيلاقيه وبيدله على مكان في البيت لو استخبى فيه محدش هيروح يدور عليه وبيبتدي جيمز يدور على الرجل الهربان علشان يسلمه ولكن مش بيلاقيه وبيروح يقول للقائد انا بدور بس مش لقيه ادينا مهلة ففي واحد من العصابة بيتعصب وبيقول انجز يا عم انت وهات الراجل فالقائد بيقتله بدم بارد وبيقول ان دع قابل لمش بيسمع كلامي وبيبتدي جيمز يدور من تاني وبيلاقي الهارب وهو مسك زوي وحاطت سلاحة على رأسها وبيهدد جيمز بيها وبتحصل بينهم خناقة بالاسلحة لحد ما بيعرف جيمز انه يصيب الراجل ده بطلقة وبيحاول يربطه في كرسي علشان يسلمه للناس اللي برة ولكن جيمز بيتعصب وبينزل ضرب فيه ومراته بتبكل انها شايفة ان جيمز تغير وبيقول الهارب لجيمز سلمني وخلاص انت عندك حق انا متحسن معيلتك كلها تموت بسببي وساعتها ضمير جيمز بيصحى وبيكرر انه ما يسلمش الراجل ويدفع عنه حتى لو هيموتوا كلهم ولكن للأسف بيكون الوقت عدة وبتيجي معدات العصابة وبيعرف يشيلوا الباب الحديدي وبيكسروا الشبابيك وبيدخلوا البيت وبينشوف ان شارلي كان مستخبي وفكر ان محدش هيشوفه ولكنه كان مشاغل الكشاف فشافوا النور بتاعه وده اول واحد يتقفش وبيطلع واحد مقنع سلاحه وكان لسه هيقتله ولكن بيجي جيمز من وراء وبيقتله وبينكز ابنه وبيقول جيمز لابنه روح استخبه في قط المرأبة وبيبتدي جيمز يدور على امراته ولكن في طريقه بيقابل اتنمه سلاحين فبيخلص عليهم وبيجي التالت وبيقتله جيمز بالفصل اللي كان معاه ولكن اول ما جاء يخرج من المكان اللي كان فيه بيجي قائد المجموعة وبيروح ضرب جيمز في بطنه بالسكينة وبيقول له ما كنت تسلم الرجل وخلاص بقى ده انت غابي وبيسيبه وبيمشي وبيقول رجالته انهم يدوروا على باقة العلة ويقتلوها وفي الوقت ده تشارلي بيشوف في الكاميرات ان فيه ناس من جرانهم بيقربوا على البيت ومعهم اسلحة وبيقتلوا افراد العصابة واحد وراء الثاني وبتكون ماري في اتنين بيجروا وراها ولكن بيجي جرانها وبيخلصوا عليهم وبتبص ماري ولكن مش بتبقى عارفة من اللي عمل كده ولكن فجأة بتشوف جيمز وهو مرمى على الارض وسيح في دمه فبتبكي وبتبقى عايزة تساعده وبيجي تشارلي اللي بيكون خرج من القوضة لانه فاكر ان المساعدة جت ولكن بيجي قائد العصابة وبيقف قدامهم ومع الشوتجين وبيقول لهم شكرا انكم هتموتوا كلكم مع بعض ومش هتتعبوني وكان لسه هيدرب عليهم ولكن بيجي زوي ومعها مسدس وبتقتل القائد وبتنكز علتها وبتقرب زوي من ابوها وبتقول له انا اسف على كل اللي حصل وبيموت جيمز وبيجي الجران واول ما ماري بتشوفهم بتقعد تبكي وتقول لهم شكرا ولكن الغريب انهم بيحاولوا يكتفهم ماري والاطفال وماري بتصوت وبتقول ما تقتلوناش فجارتهم بتقول لها اسكوتي او هقتل عيالك قدامك وماري بتقول لهم انتو بتعملوا كده فينا ليه احنا محدش عمل لكم حاجة فبتقول الجارة ان جيمز كان بيبيع لهم اجهزة الحماية باسعار علي قوي وبعد كده جيوا اشترى البيت الكبير الحلو ده واكيد ده من فلوسهم بتاعت اجهزة الحماية فاحنا غيرانين منكم وعايزين نقتلكم وبيكونوا لسه هيقتلوهم ولكن بيجي الهارب على اخر لحظة وبيقتل واحد منهم وبيمسك واحدة منهم رهينة وبيقول لهم فكوا ماري والاطفال وده اللي بيحصل وبيكون الهارب لسه هيخلص على باقية الجران ولكن ماري بتوقفه وبتقول له كفايا اللي حصل وبتقعد كل الجران على تربيزة واحدة وبتقول لهم ممنوع حد يتحرك لحد ما التطهير يخلص وفعلا بيفضلوا قاعدين وبيمر الوقت وبيكون فضل خمس دقائق واليوم يخلص فبتحاول الجارة انها تسحب السلاح من ايد ماري ولكن ماري بتضربها والهارب بيحط السلاح على رأسها وبيقول لها لو اتحركتي هأتلكوا كلكوا وبيخلص اليوم والكل بيخرج من بيت ماري وبيبقى تشارلي وزويزة علنين قوي على ابوهم وبكده نكون وصلنا لنهاية الملخص اتمنى يكون عجبكم وما تنساش تقترح لنا الفيلم الجاي عايزوا عن ايه سلام